يعني تسهير مصار المكون المدني بيسميه انقلاب. السؤال ليس كيف تشارك. السؤال ماذا بعد؟. لأن الدولة هذه آلة للانهيار. إذا نحن تركنا السلطة هذا الانقلاب أو نقل السلطة بتواجه مشاكل كثيرة. بواجه معارضة الشارع السوداني. بواجه التحديات الإقليمية والتحديات الدولية. بمعنى أن السير في هذا الطريق هو سير في طريق مليء بالمخاطر. وإذا الجانب الثاني سار بطريقه برضو مليون بالمخاطر. أنا من مجموعة أو من المدرسة الفكرية التي تتحدث عن الحوار. ومنطلغ لنا فيه ووجودي في المجلس السيادي. هو لأسباب الانهيار لأسباب أن الدولة السودانية نهمية من الهيار. لأنه يكون هناك حوار بين كل الأطراف وبين كل المكونات. وليس طرف آخر ينفرد بسلطة. لشيئ لشيئ لشيئ. لشيئ.